بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبايبي طلاب التوجيه العلم الصناعي الله يعطيكم ألف عافية أخواني حبايبي إحنا مستمرين في شرح الدرس الرابع درس الاشتقاق الضمني اليوم بدنا نحكي عن فكرة واحدة بس اليوم ما بدي مننا غير فكرة واحدة بس شو هي؟ اللي هي الاشتقاق اللغريتمي عسا بس نسمع الاشتقاق اللغريتمي بتخاف بتقول أبصر شو نوع هذا الاشتقاق هو سمية الاشتقاق اللغريتمي لأني بستخدم فيه اللغريتمي اللي هو اللغريتمي الطبيعي بس يعني يا أستاذ مش إش جديد لا مش إش جديد يعني طلع عليه وانا قبل ما نبلش بالحكي هذا طلع عليه لو أنا قلت لك اشتق لي هاي قلنا لك واي تساوي اكس تربيع قلت لك اشتق لي ياها شو بتحكي لي؟ تحكي لي واي براي تساوي اثنين اكس تمام؟ صح؟ صح طيب أنا محمد أبو شعر بدي أستخدم الاشتقاق اللغريتمي لاشتقاق هذا الاقتران باستخدام الاشتقاق اللغريتمي طيب كيف يا أستاذ كيف فاضل اشتقاق اللغريتمي؟ بيقول لك أول خطوة أول خطوة سمي اللغريتمي لأنك أول خطوة لازم تأخذ اللين للطرفين هاي اللين ليس؟ ال-Y شو بيساوي لين ال-X تربيع بس أخذت اللين للطرفين طيب بعدين يا أستاذ يعني نأخذ اللين للطرفين طيب بعدين خالص الشغراق عادي تعال اشتق تعال اشتق شو spectتحكي؟ اشتق الطرفين لن ال-Y أعني أفرجك أنها هي نفسها هاي يعني رحيط لعاك نفس الناتج المشتق تعال اشتقRS وانا الطرف الايسر لن ال-Y كيف أشتق لن ال-Y مشتقة ما داخل لن على ما داخل لن نفسه تطبيع مستقق مداخل لان.. توضيح مشتيق نفزع داخل 원ي مستقق يزع لان مداخل الحلج؛ اللي هو Y مشتقط مداخل لن 2X على مداخل لن نفسه اللي هو إيش X تربية تمام يا أستاذ لسه ما طلعش معاي نفس الاشي بقوله استنى شوي إذن X مع التربية بيتروح Y' على Y شو بيساوي 2 على X طيب أستاذ برضو ما طلعش معاي نقولك بصص شكلها كمان بصص شكلها كمان أضرب ضرب تبادلي شو بيساوي بيساوي 2Y بيساوي 2Y أوكي إذن X Y' شو بيساوي 2Y طيب Y شو هي أصلا مش وي معاي Y تساوي X تربية يعني 2X تربية عوض مكان Y قيمتها 2Y Y X تربية يقسم على X يقسم على X هاي X مع X راحت إذن Y تساوي وي تساوي Y' ساوي التربية رح يروح مع X رح يظل عند 2X إذا بتلاحظ نفس الناتج نفس الناتج تمام؟ إذن أنا لما أشتقيت بشكل مباشرة طلعت معي 2X لما أشتقيت باستخدام الشخاق اللغرتمي طلعت معي 2X هسا السؤال اللي ببالك أنا عارف شو هو هسا بتقول يا أستاذ ما هي ذاني وهي ذاني شو اللي مخلينا لف هاللف هاي عشان أطلع المشتق بدي أقول لك أنا أعطيتك مثال هون قريب على ذهنك قريب على عقلك عشان تفهم كيف إحنا منشتق الاشتقاء اللغرتمي مش ليش مش ليش أنت فهمت كيف فهمت كيف أني بأخذ للطرفين وبشتق طيب ليش يا أستاذ الجواب أنه أنا في الوضع هذا أنا عندي اقتران سهل عندي اقتران سهل فيش شي داعي أستخدام الاشتقاء اللغرتمي ما في داعي ولو أنه بطلع لي صح بطلع لي نفس النتيجة لكن ما في داعي ولكن أحيانا فيه اقترانات وعلاقات ما بقدر أطلع مشتقتها بالشكل المباشر اللي تعلمنا عشان هيك لازم أستخدم لها الشقاق اللغرتمي طلع علي طلع علي المثال ها Y تساوي X قوى X اشتقوا أشوف اشتقوا ها واحد يجي بإشاطر شو بحكي لك بيقول لك طبعا هذا الخطأ اللي بدي أحكي لك يا خطأ واحد بيجي بالشق بيقول لك Y براين يساوي X نزلها اللي هي القوة هاي نزلها تصير X قوة X قوة X ناقص واحد ونو ما شاء الله عليك ويساوي X ضرب X مهي قوة واحد الأسفحة تضرب تجمع إذن X قوة قدير قوة X تضيه صح؟ لأنه هو عندي X هو عندي X يعني هذا الحكي شو ماله مش صحيح هذا الحكي للقوة للقوة لما تكون القوة عندي أعداد مش متغيرات لما تكون عندي القوة أعداد مش متغيرات أنا عندي القوة هون القوة X تمام؟ وهون عندي جدر X فبزبط شو هذا الحكي هذا بزبط لما يكون عندك خمسة أربعة ثلاثة نين نص ربع سالب خمسة إلى آخر تمام؟ طلع هون الشغاق اللغرتمي كيف يساعدني؟ طلع كيف يساعدني؟ الآن أول خطوة في الشغاق اللغرتمي أخذ لن للطرفين اللي هو الاقتران اللغرتمي الطبيعي بحكي لن الواي هيخذنا لن الواي اللن للطرف الأيسر بساوي لن الـ X قوة X هاي الـ X قوة X قوة X شو عملت؟ أخذت اللن للطرفين أول خطوة تمام؟ تمام طيب الخطوة الثانية أستاذ الخطوة الثانية بدأ أشتق بعد ما نأخذ اللن بدأت تشتق تعال اشتق هاي مستقط مداخل اللن هاي Y أبراين مستقط الواي على مداخل اللن نفسه اللي هو إيس اللي هو Y طيب تمام أستاذ يساوي أستاذ هون إذا بدأ اشتق مداخل اللن أرجعت لنفس القصة ما هو أصلا أنا لجأت للشغاء كله قرتمي عشان أخلص من هذا الحكية الـ X قوة X بنقول لك هون لما يكون في عندك لن هاي الـ X تقدر تنزلها حسب قواعده حسب قواعد اللن أكتب لك إياه هون قاعدة أكتب لك إياه لن الـ A قوة N مثلا شايف الـ N هاي شايف الـ N تقدر تنزلها هون شو بيصير N في لن الـ A هاي خصائص اللن يعني هاي لو بدأ بسط شكلها هون عشان أعرف أشترقها شو بيصير X في لن الـ X نزلتها بتاحت قبل اللن صارت X في لن الـ X قوة الـ X نزلناها اللي هي كانت عندي هون N تمام حسب قواعد اللن صار عندي ضرب اقترانين صار عندي ضرب اقترانين عادي بشتقوا زي ما اتعلم تعال نشتقوا تعال نشتقوا الأول فيه مشتقة الثاني الأول X فيه مشتقة الثاني واحد عا X وإذا بتعرفش كيف تشتقل لن معناته لن الـ X مشكلة الأول فيه مشتقة الثاني زائد الثاني فيه مشتقة الأول يعني لن الـ X فيه إيش فيه واحد اللي هو مشتقة X يلا بسط هاي X في واحد عا X تطني واحد تمام؟ إذن Y على Y' شو بتساوي؟ Y على Y' يساوي ليش Y على Y' يساوي قلنا هاي واحد زائد لن الـ X تمام؟ أنا شو بدي؟ بدي Y' بنقول لك تمام؟ بدك Y' أضرب الطرفين في المقام هذا اللي هو Y عشان تخلص منه وهون كله أضربه بـ X برضو أضرب بـ Y لأنها معادلة هاي لأنها معادلة طيب هاي الـ Y مع الـ Y راحت ظلت عندي X يساوي واحد زائد لن الـ X واحد زائد لن الـ X مضروب في شو؟ مضروب في Y صح؟ صح اكتبها يا أستاذ Y طيب بدأ أعود قيمتها بيصير ولا بيصير مش Y بتساوي X قوى X خلص إذن في X في X قوى X زي ما احنا شايفين هون ساعدنا الاشتقاق اللغريتمي فإذن فكرة الاشتقاق اللغريتمي عشان يساعدني في اشتقاق اقترانات صعب إني أشتقها بدون عملية اشتقاق اللغريتمي طلال على المثال الثاني المثال الثاني ممكن تحكي أنت يا أستاذ طيب هذا عادي هذا عادي أنا بعرف أشتق بسط ومقام المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيو كلامك صحيح كلامك صحيح ولكن هون رح يأخذ منك وقت أطول رح يأخذ منك وقت أطويل طلع علينا كيف إحنا لو نستخدم الشقاق اللغريتمي كيف المسألة بيصير سهلة لأنه خصائص اللغريتمات خصائص اللغريتمات تعطييني شوية مرونة يعني أنت بتعرف بتعرف بعض خصائص اللغريتمات أنه أنا لما أقول لك لن الثرب بي شو بيساوي هذا؟ بيساوي لن الثرب زائد لن الثرب تمام؟ الآن أنا هون أنا هون أتخلص من حالة الضرب تخلص من حالة الضرب فلما بدأ أشتق أنا بسير أشتق عادي مجموعة اقترانيين إذا كانت اقترانيات إي و بي بدل ما أشتق ضرب بسير أشتق جميع عادي كذاك الأمر بالنسبة للقسمة هذا القانون الأول القانون الثاني اللي أنت بتعرفه اللي هو لن الـ A على على B هذا شو بيساوي؟ بيساوي لن الـ A ناقص لن الـ B فإذن صار بدل ما هو قسمة صار إيش؟ صار طرح فهون أنا بدل ما أشتق قسمة لا باشتق طرح بيسير المسألة أسهل بالنسبة إلي طلع عندي هون قسمة لما بتأخذ اللي الطرفين شو بيسير معاه؟ بيسير لن الـ Y الطرف الأيسر لن الـ Y بيساوي لن لن إيش؟ اللي حكي هذا كله اللي هو X ناقص واحد تربية X ناقص واحد تربية على الجدر التربيعي لماذا؟ X تربيع زائد 9 X تربيع زائد 9 تمام؟ تمام إذن ويساوي لسه بدأ أبسطه معنى هالسه حكي لك لسه إنه أنا إذا عندي قسمة بقدر أحول قسمة إلى طرح بعطي كل واحد لن ويعملها عملية الطرح شو بيسير؟ بيسير لن البسط اللي هو إيش؟ X ناقص واحد تربية إذن X ناقص واحد تربية أنا لسه قاعد ببسط لاحظ خصائص اللغراتمات ريحتني شوية الآن القسمة بتحول ليش؟ لطرح بيعطيها لن لن المقام اللي هو إيش لن المقام الجدر التربيعي للX تربيع زائد 9 الجدر التربيعي للX تربيع زائد 9 تمام؟ إذن قطيت لن لطرفها حولت القسمة ليش؟ لطرح من خصاص اللغراتمات هسا من خصاص اللغراتمات شو بتعمل؟ شاب الثنين هاي؟ تقدر تنزلها وين؟ قبل لن حسر القانون اللي حكيت لك عنه قبل شوي كمان الجدر التربيعي هذا مش عبارة عن قوة نص يعني هاي نفسها عبارة عن X تربيع زائد 9 قوة قديش؟ قوة نصة بقدر نزل النص مهي هاي لن هاي لن بقدر نزل النص كمان قبل اللن فإذا لن الواي شو بدي يساوي عندي هون؟ رح سير لن الواي يساوي الاثنين قلنا بجيبها قبل اللن لسه ماش تقطيت هاي اثنين فيه لن لما نزل اللن بظل X ناقص واحد صار مع أحلال اقترام X ناقص واحد تمام؟ هون ناقص قلنا جدر التربيعي عبارة عن قوة نص برضو بنزل قبل اللن شو بيصير؟ بصير نص فيه لن X تربيع زائد 9 X تربيع زائد 9 وين الجدر راحي يا أستاذ؟ الجدر حولت لقوة نص كويس حولت لقوة نص ونزلت قبل اللن آه ممتاز شوف شهر ما أحلى كيف بدأ أشتقها طلع على الاشتقاء كيف ما أحلى طلع على الاشتقاء لن الواي اشتقها شو بتعطيك؟ لن الواي شو بتعطيك؟ تضيك مشتقة مداخل لن مشتقة الواي يعني واي إبراهيم على على مداخل لن نفسه واي سابق اثنين ثابت تمام؟ الهي هاي لن X ناقص واحد مشتقة مداخل لن الهي واحد على مداخل لن X ناقص واحد صارت سهلة صارت سهلة صارت سهلة الهي ثابت لن الX ناقص واحد ومشتقة مداخل لن اللي هي واحد مشتقة الـ X ومشتقة الواحد صفر على مداخل لن نفسه كويس ناقص هون النص ثابت هاي نص فيه مشتقة مداخل لن اثنين اكس صح؟ امشق التسعة صفر على مداخل لنفسه اكس تربيع زائد تسعة اه ممتاز لاحظ انه كيف سقيت والامور سهلة وبسيطة الامور سهلة وبسيطة الان هون اذا بتلاحظ اثنين ضرب واحد اذا واي براين على واي رح يساوي اثنين على اكس ناقص واحد اثنين ضرب واحد اثنين على اكس ناقص واحد هاي ناقص الان هاي الاثنين الحبايبي مقام وهاي بسط بدنا نروح مع بعض شو رح يظل عندي اكس على اكس تربيع ناقص واحد اذا ناقص اكس على اكس تربيع زائد تسعة اكس تربيع زائد تسعة خلص خلصنا أستطيع أستاذ أكثر من هيك بس بدك تخلص من Y هاي الموجودة هون تخلص من Y لازم أضرب بS لازم أضرب بY وهون هذا الحكي لازم أضربه بY معطيني إياها السؤال معطيني إياها السؤال شو هي Y X ناقص 1 تربية على الجدر التربية اللي X تربية زائد 9 إذا أكتبها هون هاي Y مع Y تروح يظل عندي شو Y' تساوي Y' تساوي 2 على X ناقص 1 هي X ناقص 1 ناقص X على X تربية زائد 9 X تربية زائد 9 فيه Y اللي هي عبارة عن شو Y قلنا X ناقص 1 X ناقص 1 الكل تربية على الجدر التربيغي لا X تربية زائد زائد 9 لاحظ أنه أنا ما كنتش عارف أشتق ما كنتش عارف أشتق أو كانت صعب بالنسبة للشقاق لكن لما استخدمت الشقاق اللغريتمي صار بالنسبة إلي أسهل الآن هون انت بتقدر إيش بتقدر تبسط جواب النهائي بتقدر تبسط جواب النهائي يعني 2 في X تربية زائد 9 خلينا نبسطها 2 في X تربية رح ضعيني 2X تربية هاي 2X تربية زائد 18 زائد 18 2 في 9 ناقص ناقص X في X X تربية هاي X تربية و X في 1X بسير زائد لأنها هي في إشارة ناقص برا من هون بسير زائد زائد X زائد X على X ناقص 1 X ناقص 1 X ناقص 1 في X تربية زائد 9 تمام؟ مضروب بشو؟ مضروب في X ناقص 1 كلها هاي اللي هي أحسن نضروبها في واحد أنا بسط بين الأقواس هاي مضروب في X ناقص 1 تربية X ناقص 1 تربية على الجذر التربيعي لل X تربية زائد 9 تمام؟ تمام الآن X ناقص 1 هاي بتروح مع التربية بضل X ناقص 1 هون الآن عندي هون X تربية زائد 9 وهون جذر تربية ل X تربية زائد 9 يعني كأني بحكي اعتبر عندك X في جذر X شو بتعطيك هاي؟ X قوة قدية ثلاثة على اثنين اللي هي الجذر التربيعي لل X تكعيل تمام؟ يعني هاي كلها ضرب جذرها شو راح تعطيني؟ تعطيني الجذر التربيعي لمكعبة الجذر التربيع لمكعبة وعندي فوق يعني هاي راح تعطيني ايش؟ الجذر التربيعي ل X تربية زائد 9 تكعيل ليش؟ لاني صارت قوة ثلاثة على اثنين قوة ثلاثة على اثنين قوة ثلاثة على اثنين اللي هي الداخل على الخارج إذا انجدت تربيع وفوق شو عندي اثنين X تربيع ناقص X تربيع هاي X تربيع كويس؟ وعندي هون زائد X هاي زائد X اللي هي هاي في عندي زائد 18 هاي زائد 18 وهاي مضروب في شو؟ في X ناقص واحد اللي هي ضلت هون في X ناقص واحد إذا لاحظ ان انا اشتقيت والأمور كانت سهلة وبسيطة ليش؟ لاني استخدمت الاشتقاق اللوغريتمي استخدمت الاشتقاق اللوغريتمي زي ما احنا شايفين الخصائص تبعت اللين بتريحني شوية ان اتخلص من القسمة اتخلص من الضرب اذا كان عندي المقدار مكون من بصوة مقام او مضروبات ببعض زي ما احنا شايفين واضح اخواني واضح حبايبي تمام تمام خلينا نشوف اخواني السؤال اللي بعده خلينا نشوف مع بعض السؤال احنا خلصنا الثاني نشوف السؤال الثالث نشوفه مع بعض وكيف يساعدنا الاشتقاق اللوغريتمي لإيجاد المشتقة عندي هاي السؤال بقول لي y تساوي x قوة جذر x تمام وقال لي السؤال اجد مشتقة كل اقترام ما يأتي باستعمال الشقاق اللوغريتمي طيب ما حكى ليش يا أستاذ اذا انت في مجال ان تشتقوا باستخدام الشقاق اللوغريتم مشتقوا حتى لو ما حكى لك تمام تعال ان اخذ الليل للطرفين هاي لن ال y بساوي لن x قوة جذر x x قوة جذر x تمام هاي اول خطوة خطوة الثانية بدأ بسط بدنا نبسط اذا لن ال y هاي لن ال y شابا جذر ال x هاي بدأ نزلها وحسب خصائص اللن لاحظ باورا بس تأخذ اللن عمال سفيد من خصائصه سفيد من خصائصه رح سير جذر ال x هاي ها نزلناها في لن ال x لن ال x كانت قوة لل x نزلت قبل اللن تمام الان لما بدأ اشتق لاحظ كيف صار عندي ضرب اقترانين ضرب اقترانين كويس صارت المسألة سهلة اذا هاي عندي اقتران اول وهذا اقتران ثاني طيب تمام خلينا نشتق الطرفين بعد ما اخذت اللن وهذبت استخدمت خاصية اللن بتهذيب شكل الاقتران عشان سهل علي عملية الاشتقاق تعال خلينا نشتق لن ال y شو مشتقتها مشتقت ما داخل لن اللي هي y براين على ما داخل لن نفسه على y يساوي الآن نجوا نحكي الأول في مشتقة الثاني الأول وهو جذر ال x في مشتقت الثاني يعني في واحد على x لهي مشتقت لن الاكس تمام زائد الثاني في مشتقت الاول يعني لن الاكس هاي الثاني في مشتقت الاول في مشتقة الاول كيف شكت جذر التربيعي؟ مشتقت ما داخل الجذر لو مشتقت اكس واحد على 2 في الجدر نفسه 2 في الجدر الـ X كيف مشتقة الجدر التربيعي؟ مشتقة ما داخل الجدر على 2 في الجدر نفسه هيك مشتقة الجدر التربيعي بس تربيعي مشتقة ما داخل الجدر اكتبوهن هاي الملاحظات في الهامش مشتقة ما داخل الجدر على 2 ضرب الجدر نفسه موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو واحد على اثنين جدر X طيب تمام يا أستاذ خلينا نهذب شكلها خلينا نهذب شكلها هذه Y' Y' على Y يساوي الآن جدر X على X جدر X على X هذه تساوي واحد على جدر X شو عرفك يا أستاذ تعال معي هون أنا عندي جدر X 1 على X صح جدر X هذه جدر X 1 على جدر X تربيع صح ولا لا مش X هي عبارة جدر X تربيع طبعا X معطيني إياه هو أنه X أكبر من صفر سأستخدم هذه الخاصية X أكبر من صفر لو كانت X سالبة سأستخدم هذه الخاصية لكنهم يعطينها X أكبر من صفر إذن موجودة تمام؟ لأنه ما في جدر تربيع للأعداد السالبة فمن هون شو سيحدث جدر X جدر X تربيع هذه جدر X مع التربيع يظل عندي Y' 1 على جدر X لو لم أعطيني الشرط سأستخدمها هاي سأستخدمها لماذا؟ لأنه إذا كانت X سالبة إذا كانت X سالبة سأكون تحت الجدر سالبة سأكون تحت الجدر سالبة فبالتالي هذا الحكي سيكون ليس صحيح إلا إذا كانت معطيني الشرط أن X أكبر من صفر إذن جدر X في 1X هي نفسه 1 على جدر X تمام؟ زائد 1 على 2 جدر X هذه جبتها أول شيء في لنة X طيب أستاذ نحن نريد Y' لحالها نقول لك تمام؟ أضرب الطرفين Y أضرب هون Y تمام؟ شو رح يصير عندي؟ Y' رح تصفي لحالها هون هي Y' Y' يساوي 1 جدر X لو أخذناها عامل مشترك أو خليها بلاش نخذها ثم نخذها بعد بلاش تتخربها 1 على جدر X زائد 1 على 2 جدر X في لنة X اللي هي هاي كله مضروب في إيه؟ مضروب في Y اللي هو X جدر X هي هاي X هو جدر X مضروب في X قوة جدر X تمام؟ هاي شخصة أنا بتيزة تبسطة لداخلها تأخذ بعض جدر X برعان مشترك حسب الجواب النهائي الموجود عندك إذا كان عندك جواب نهائي الدوائر يعني تمام إخواني؟ يعني فكرة اليوم فكرة بسيطة وواضحة فكرة بسيطة وواضحة بس فيها إشي أخذ اللين للطرفين بعدين أستخدم خصائص اللين للتبسيط بعدين أشتق الطرفين ولكن هون لما أشتق وال باشتقها ضمنياً ما بنسى أضرب في مشتقتها تمام؟ تمام تمام طيب إخواني السؤال الرابع السؤال الرابع أنا أدعطيك إياه واجب هاد السؤال الرابع أدعطيك إياه واجب بس بدي أعطيك فيه يعني هيك إضاءة إلو إضاءة إنه هون أنت بس تأخذ اللين بس تأخذ اللين للطرفين يصير معك لين الواي بساوي لين إيش إكس ناقص واحد على إكس قوة أربعة زائد واحد إكس قوة أربعة زائد واحد قوة قديش؟ قوة نص مش الجدد تربيع قوة نص أقول لي آه أقولك تمام هذا النص وكثير من فيه نزله قبل اللين إذا شو راح تصفي معاك هاي نص في لين إكس ناقص واحد على إكس قوة أربعة زائد واحد أي إكس وأربعة زائد واحد تمام؟ ويساوي نص فيه الآن نحول القسمة إلى طرح قولني اللين لين الإكس ناقص واحد ناقص لين الإكس قوة أربعة زائد واحد تمام؟ كلها طبعا مضروب بالنص لأن النص مضروب باللين أوكي؟ لاحظنا كيف صارت؟ صارت بسيطة هس هون هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن لين الوايد لما خدت اللين لطرفين واستخدمت خصائص اللين بدا أشتاق طيب هو تشتاق عادي مشتاق مداخل لين على مداخل لين يساوي النص هيها وبتكمل الشراء حلين السؤال؟ تكمل السؤال مشتاق مداخل لين واحد على إكس ناقص واحد هو مشتاق مداخل لين أربعة إكس تكعيب على إكس قوة أربعة زائد واحد بعدين بتخلص من y بتضرب y تمام؟ إذن ملخص اللي حكينا عنه شو هو؟ شو ملخص اللي حكينا عنه؟ واحد نأخذ اللين للطرفين هذه الخطوة الأولى نأخذ اللين للطرفين اثنين نستخدم خصائص اللين تمام؟ ثلاثة نشتاق الطرفين عايز من انتبه عايز من انتبه أني لما أشتاق هون لين الواي بشتاقها ضمنيا مشتاقة مداخل لين مشتاقة الواي واحد بس لازم أضرب في واي براي لأن يشتاقيه ضمنيا أنا على مداخل لين نفسه اللي هي وي بعد ما نشتاق الطرفين شو بنعمل؟ أربعة تبسيط تمام؟ إذن هذول ان الخطوات بكل بساطة زي ما احنا شايفين فإذن هذا الدرس الشقاق اللغرتمي بيعلمني كيفية الشقاق اقترانات صعبة باستخدام الشقاق اللغرتمي طبعا ممكن يكون انه بقدر اشتاقه أنا زي ما فرجيت في أول الحصة اني بقدر اشتاقه عادي بدون الشقاق اللغرتمي ولكن أحيانا بكون استخدام الشقاق اللغرتمي أسهل بالنسبة لي تمام حبايبي؟ تمام بهيك احنا بنكون خلصنا درس الشقاق الضمني درس قصير وجميل اعتبار من الحصة القادمة رح ابلش أحل بأسئلة هذا الدرس رح نتعمق بالأفكار احنا بنوخذ بالشرح خلينا نحكي الفهم الأساسي ومن ثم أثناء حل الأسئلة احنا بنتعمق بالأفكار ونبلش نشوف أفكار أكثر نشوفكم ان شاء الله تعالى الحصة جاية الله يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة